بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بازن الله رب العالمين هنشرح النهاردة للصف الرابع لابدائي لان زي ما انتم عارفين ان الامتحان ان شاء الله يوم الحد الموافق تمانية وعشرين ثلاثة في الرجاء الاشتراك في القضاء وفعل زر الجرس ودوس لايك. عشان ان شاء الله بازن الله هنزلكم يوم السبت بازن الله مرجعة على لسن وان ولسن تو. فانت لما بتفعل زر الجرس بيوصلك الاشعار اول منزل الفيديو عطول. يلا يا بينا يا شباب توكلنا على الله. طبعا اول في النوز. النوز اول في والنوز فيها ثلاث حاجات لازم اشتغل عليهم وافهمهم. النوز فيها والميكياس والسمول هير طبعا وانت بتتنفس الهواء الاكسجن يعني بيدخل مع اير او بيدخل مع دست بيدخل مع بارتكالز بيدخل مع ساند فلازم ربنا سبحانه تعالى اخلق لك حاجة تعمل للاير لان لو اللي هو التراب والبارتكالز والساند دخلت للرئة الرئة شبه الاسفنجة بالضبط هتبدأ تتسد الفتحات الصغيرة اللي فيها وبالتالي هي حصل خسر للجهاز الانفوسي. فربنا خلق لك مرحلة اولى للفلترة اللي هي في النوز عبارة عن ميكياس والسمول هير دي بتعمل فلتر اير فرون دست اند مايكروز. طيب هتقول لي طب حيب قلبي احنا في الشتاء الهوى سائع جدا لو الهوى السائع دهوت دخل هيدور اللانجز لان اللانجز اللي هي الرئة ضعيفة جدا عبارة عن ميليون ملايين من الاكياس الهوائية وضعيفة جدا فربنا سبحانه وتعالى خلق لك تعمل للاير ان وينتر الهوى في الشتاء سائع فالبلاد كابيرز بيتدفيه عشان يدخل كده الحرة بتاعته مناسبة للانجز ولا هو سائع ولا سخن ورمي عتدفئة بسيطة كده يبقى البلاد كابيرز بتعمل ورم للاير بفور انتر اه للانجز الكلام دوت فين في الوينتر طب هتقول لي في السمر اللي هوا سخن جدا هيدخل اللانجز هيأثر عليها هقول لك بيعمل كول للاير ان سمر سبحانه الخلاق العظيم ربنا سبحانه وتعالى خلق في النوز يعني تكييف صيفي وتكييف شتوي في الصيف خلق بتعمل كول للاير في الشتاء بتعمل وورم اير طيب لو جالي في الامتحان وقالت شوز دا كوريكتة انصر بريزنج سرو نوز اس بريف بل تو سرو ماوس يفضل ان انا اتنفس من نوز عن اني اتنفس في الماوس بكوز كونتين ميكياس اسمول هير فلتر اير بوس اوف زيم طبعا بوس اوف زيم لان الميكياس وسمول هير وصفتهم الاساسية فلتر اير فروم دست وبالتالي بوس اوف زيم مع جميع الاجبات الصحيحة تاني اورجان في الريس بيراتري سيستيم فارينكس الفارينكس كنا تعربنا ليه في جهاز الديجيستيف سيستيم قلنا يا جماعة ان الفارينكس دوت كومان كيفيتي بتوين ديجيستيف سيستيم ام بريس بيراتري سيستيم انا هقوله لك بطريقة تانية بس هو نفس المحتوى بقول ان الفارينكس كومان كيفيتي بتوين اسوفييجاس ان تراكيا الاسوفيجاس دوت يخص الديجيستيف سيستيم والتراكيا بتخص ريس بيراتري سيستيم اما اجي بعد كده التراكيا لما تمسك زورك كده وتحسس عليه بالراحة التراكيا دي عبارة عن كارتليجلينجز اللي هي حلقات غضروفية غير كاملة بس التراكيا اللي هي القصبة الهوائية فيها عاقتين مهمين جدا فيها لارينكس اللي هي الحنجرة لارينكس اللي هي الحنجرة وبنسمي الحنجرة voice box يعني الحنجرة ده هيت بنسميها voice box صندوق الصوت لان اللارينكس ده هيت اللي هي الحنجرة عبارة عن small box صندوق صغير جدا جوا two vocal cords اللي هي الاحبال الصوتية الأحبال الصوتية وأنا بتكلم حاليا بتعمل بتتهز وتطلع للساوند عشان كده لو جالك تشوز سميناه صندوق الصوت لأنه بيحتوع الأحبال الصوتية اللي هي التو فوكال كوردز بتعمل بتتهز وتعمل اهتزاز وتطلع الساوند اللي انت سامعه حاليا ولذلك بنقول تشوز the correct answer بوينت ذات vibrate and produce sound مين بتعمل vibrate بتهتز وتطلع ساوند بقوله طبعا تو فوكال كوردز تو فوكال كوردز للأحبال الصوتية أمال ايه موضوع الابيجلوتس ابيجلوتس يعني لسان المزمار ربنا سبحانه وتعالى خلق لك حارس أمن security في منطقة التراكية عشان وانت بتاكل او وانت بتشرب ممنوع منعا بتا اي اكل او اي شرب او اي سابستانس يدخل التراكية او يدخل لان التراكية ديت ممر للجازز يدخل منها ال اكسجين جاز ويخرب منها الكاربون دايكسي الجاز غير مسموح اطلاقا بدخول اي سابستانس غير الجاز ولذلك انت ساعتكم بتاكل او بتشرب بتشرق ساعت ما بتشرق بتحس بايه حبيبي بتحس ان انت خلاص وشة كحمر وعنك دمعت وبتحس ان فعلا بتموت ولقدر الله في بعض الحالات فعلا في الشرقة بتموت اثناء الشرقة اللي بيحصل اللي هو لسان المزمار اللي هو ربنا خلق على التراكية بيحاول يمنع الفود او الووتر ان يدخل ففي معركة شغالة اثناء الشرقة لو الابيجلوتس قدر يهزم المادة اللي داخل دي ويطردها صبعا بيتفوق ميراش كاي حاجة لقدر الله لو المادة دي غلبت الابيجلوتس ودخلت التراكية اللي هي القصبة الهوائية الانسان بيموت فاقل من دقيقة يبقى بيقفل التراكية خاصة الفود والدرينك يا شباب بيقول لي ملحوظة حلقات غضروفية عشان وانا نايم تبقى تراكية اوبن تو باسس اير انتر اكسشين جهاز وان رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه خلق لك مرحلة تانية للفلترة في التراكية اسمها سيليا اللي هي الاهداب المرحلة الاولى ربنا خلقها في النوز اللي هي ميكياس اند اسمول هير توفيلتر افروم دست طب افترضنا حب ترابنا عامين زواغوا من ميكياس ودخلوا معالة تراكية يروح مين مسكها يمسكها السيليا يبقى ربنا خلق مرحلتين لفلترة الهواء مرحلة في النوز متمثلة في الميكياس واسمول هير ومرحلة تانية في التراكية متمثلة في السيليا تو ايجيكت او بعد كده بنقول اني التراكية اللي هي القصبة الهوائية بتبدأ تتفرع الى فرعين لبرونكس لان حبرتك التراكية دي ممر واحد ربنا خلق رئة يمين وخلق رئة شمال فالابسجين اللي داخل عايز يدخل يمين وشمال فربنا بيفرع التراكية لفرعين اللي هي التوب رونكس اللي هي الشعبتين الهوائيتين اللي هي التوب رونكاي والبرونكاي بيتفرع الى برونكالايس والبرونكالايس اللي هي فروع صغيرة جدا بتنتهي بسمال هول فتحات صغيرة جدا بنسميها ايرساكس اللي هي الاكياس الهوائية او بنسميها الفيولاي الايرساكس اكوال الفيولاي اللي اتنين نفس الميننج يبقى ايرساكس اكوال الفيولاي الايرساكس ربنا محاوطها بالبلات كابيلرز اللي هي الشعيرات الدموية عشان يحصل عملية اكس اتشينج جازز يحصل عملية اكس اتشينج ايه جازز لان ان شاء الله هناخد السنة الجاية في خمسة ابتدائي انا عند الريد بلات سيل بتدخل اكسجين جاز وتخرج كاربون دايكساي الجاز فبتيجي البلات كابيلرز محملة بالكاربون دايكساي الجاز تديه للايرساكس وتاخد منه الاكسجين جاز عشان توزع الجسم لان بعد حبة هنشرح ان الريسبايريشن التنفس يشمل انهاليشن واكساليشن يبقى انا عندي التراكيا تتفرع لفرعين تبرونكاي البرونكاي يتفرع لبرونكالايس اللي هي ايرساكس اكوال الفيولاي اللي هي بتكون لي في المجمع الى الرئة لان الرئة عبارة عن مليون ملايين من الاكياس الهوائية والاكياس الهوائية شعيرات دموية شعيرات دموية يعني جوها بلد عشان تاخد الكاربون داكساي الجاز من الجسم تديه الايرساكس وتاخد الاكسجين من الايرساكس توديه الجسم عشان يحصل عملية اكس اتشينج جاز اللي هناخده بعد كده بيحصل انهاليشن واكس اهاليشن طيب الجزء اللي فوق في جسمي اسمه التشيست كافتي اللي هو التجويف الصدري التجويف الصدري موجود فيه على يمين وعى الشمال والتولانجز سوراويند باي ريبس اللي هو الضلوع والضلوع دي تابع الريب كيج اللي هو القفص الصدري ربنا خلق الريبس والريب كيج اللي هو القفص الصدري تو بروتيكت هارت اللي هو القلب والتولانجز اللي هم الرئتين والجزء اللي تحت اسمه ابدومينال كيفتي اللي هو التجويف البطني ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا عضلة بتفصل التشيست كيفتي اللي هو التجويف الصدري عن الابدومينال كيفتي اللي هو التجويف البطني اسمها دايف رام ماسلز الجي ساينل اللي بتجباب يبا لما قل لك ايه هي المسلز اللي بتعمل بتفصل ما بين تشيست كيفتي زي كيفتي هتقول مراجز يبقى اللي هي عضلة الحجТакب الحاجز بمباسْلز بتفصل ما بين تشيست كيفتي and الكيفتي يشمل إنهاليشن عميات الشهيق اكسهاليشن عميات زفير لو انت قاعد بتذاكر وحد جنبك نايم مضغطي هتلاقي البطانية طلعة نزلة طلعة نزلة ايه اللي بيحصل؟ التنفس عبارة عن حمليتين متلازمتين يبقى أنا عندي يشمل بيقولي هنا في الامتحان يبقى الانهاليشن بدخل اكسجين جاز باخرق كاربون داكساية جاز ملحوظة مهمة جدا لو واحد بيجري بيتنفس اكتر لانه محتاج انرجي اكتر لو واحد طلع اسلم بيتنفس اكتر لانه محتاج انرجي اكتر يبقى كل معمل اكتيفتي كل معمل مجهود انا بعمل اكتر عشان احصل على انرجي اكتر طيب نيجي بقى للميكانيزم اوف ريسباييريشن يعني ايه ميكانيزم اوف ريسباييريشن انا اتفقتي ان ريسباييريشن بروسيس انكلود انهاليشن اند اكساليشن وانا بعمل انهاليشن يعني وانا بدخل اكسجين بيحصل ايه؟ اولا وانت رايح عن دكتور بطنة بيقولك خد نفس عميق فانت بتاخد نفس عميق يعني بتعمل انهاليشن لاحظ نفسك كده وانت بتعمل انهاليشن؟ الدايفرام ماسلز كونتراكت بيتضغط وبالتالي منطقة البطن موف داون موف ايه؟ داون يبقى اول خطط تعلمها وانا بعمل انهاليشن الدايفرام ماسلز كونتراكت اند موف داون طب انت عندك التولانجز دول شابههم ببلونتين معايا بلونة فاضية نفقتها حجمها يزيد ولا يقل؟ طبعا حجمها يزيد وبالتالي انا لما بتنفس اوكسجين بنفخ البلونتين اللي هما التولانجز دول فلما يتنفخوا بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم انلارج بيكبروا بيتسعوا يعني انلارج يعني بيحصل لهم انكريس فوليام انكريس فوليام يعني الحجمهم بيزيد وبالتالي الضلوع اللي قدام التولانجز بيحصل لها ايه؟ موف اب تتحرك لبرا كده يعني ما عندي اتملت اكسجين فتنفخت قدامهم على طول الضلوع فالطلوع بيتحرك لقدام يبقى الربس اللي يبدلوها اموف اب اتحركت لقدام ليه؟ لان لما اتملت اكسجين عجمها زاد فضغط على الربس البرا طيب كويام كويس جدا تب في الاكساليشن بقى العكس بقى في الاكساليشن الاكساليشن يا جماعة انا بخر الكاربون داكسية جاز ووتر فيبر وبالتالي دايفران ماصلز يرجع على وضعه الاصلي بيسترخي خد وضعه النورمال طبيعي البلونتين اللي كانوا منفخين لو انت معك بلونة ونفخها وسبتها فضية من الهوى اللي يحصل لها يحصل لها شرينك شرينك يعني تنكمش تنكمش يعني دي كريس فوليام يعني حجمها يقل وبالتالي الربس اللي كانت مضغوطة البرا ترجع على اصلها تاني موف داون ترجع على اصلها تاني موف ايه؟ داون يبقى انا في الاكساليشن الدايفران بترجع على اصلها ووضعها الاصلي ريلاكس البلونتين اللي يتولانجز فضيهم الاكسشن جاز فضيهم من الكاربون دا اكسالي الجاز والووتر فيبر وبالتالي هصل لهم شرينك انكمش يعني هصل لهم دي كريس فوليام يعني الربس اللي كانت ضغطة اللي مبرة رجعوا لاصلهم موف داوين دا الاكساليشن يا شباب طيب انا هجيب لايم ووتر هجيب لايم ووتر يعني ايه لايم ووتر لايم ووتر يعني كالسيام هايدروكسايد واجيب شانيموه وانفخ في الشانيمو كاربون دا اكسالي الجاز لما انفخ كاربون دا اكسالي الجاز في اللايم ووتر اللي هو كالسيام هايدروكسايد هيعمل ريأكشن والمية هتبقى ملكي يعني ايه ملكي مش لبن لأ بيضة شبه اللبن اللي خليها بيضة ان حصل ريأكشن بين الكاربون دا اكسالي الجاز واللايم ووتر اللي هو كالسيام هايدروكسايد وكون لي مادة بيضة جديدة اسمها كالسيام كاربونيت اسمها ايه كالسيام كاربونيت والمادة دي دا اكسالي الجاز يبقى انا لو جبت لايم ووتر ونفخ فيه بشانيمو فبنفخ كاربون دا اكسالي الجاز الكاربون دا اكسالي الجاز بيعمل ريأكشن مع اللايم ووتر اللي هو اسمه كيميائي كالسيام هايدروكسايد بيتعقر ويخلي لون المية لونها ابيض شبه اللبن اللون الابيض دي مادة كيميائية اسمها كالسيام كاربونيت والمادة دي ما بيتدوبش في المية يبقى وين باسز كاربون دا اكسالي الجاز او هكسالي اير سرولاي موتر اتويل بيكم ملكي ازاي احافظ على الجهاز التنفسي بتاعي اتجنب قبر المستطاع الاماكن المزدحمة لان الاماكن المزدحمة سهلة او لو حد عنده اي مرض تنفسي سهل او ينقل لعدوى لان المكان الرديء التهوية ازاي احافظ نفسي من ذات البرد ان الام الوعية تقدم لولادها يعني المفروض في الشتة بالذات اكل فاكهة واشرب عصير في فيتامين سير زي اللمون زي البرتقان زي الجوافة ممبر سري ستوب السموكينج يعني السموكينج بيضع في المناعة وبيضع في الجهاز الاجهزة كلها ممبر فور ميك اكسارسايز اعظم اكسارسايز ربنا خلق اهلنا الصلاة الصلاة اولا انتهارة للجسم بالنسبة كرياضة ايامك وعودك ورقوعك واسجودك دي كلها حركات رياضية جميلة روحانية جميلة يبقى الميك اكسارسايز اعظم اكسارسايز بنعمله هي الصلاة خمس مرات في اليوم مصدر الطبيعي الجميل بالفايتمينز والسالتس الاملاح او المLittleSouths هي الفشتابل والفروطس الفيتامي بيتمدنا بالفايتمينز الطبيعي بيتمدنا بالاملاح الطبيعية زي ما قلنا ابل كده بتحمينا من امراض البرد virtue ونزلات peur وفلونزا وما الى ذلك انا حاولت ارخص لكم قدر المستطاع اتمنى انكم تكونوا استفدتم ان شاء الله باذن الله رب العالمين هنعمل لكم مراجعة يوم السبت القادم باذن الله عشان يبقى صابح الامتحان باذن لرب العالمين اتمنى لكم التوفيق جميعا واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته